تعد قضية الصراع بين المغرب والجزائر من أهم القضايا المطروحة في شمال إفريقيا ولعل أهم الأسباب التي جعلت منها قضية مهمة وجوارية كونها تشكل عطرة في وجه قيام الاتحاد المغاربي وقد يعتقد الكثيرون أن مشكلة الصحراء التي يطلق عليها غالبا في الإعلام بالصحراء الغربية هو السبب الرئيسي بالتوتر بين هذين البلدين الشقيقين والواقع أن هذه القضية ليست سوى نتيجة لسبب آخر أكبر وهو ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو سلام من الله عليكم متابعي قناة حتى تعلم ترجع جدور الأزمة بين المغرب والجزائر إلى عام 1963 عندما نشأت مشكلة الحدود الجنوبية فقبل أن تنل الجزائر استقلالها من الاستعمار الفرنسي سنة 1962 طالبت السلطات المغربية من سلطات الاستعمار الفرنسي في الجزائر أن تسترد منها مناطق التي ضمتها إلى الجزائر سنة 1952 لم تتافت باريس إلى المطالب المغربية وبادرت عام 1957 إلى إقرار منظومة إدارية جديدة للصحراء واقترحت عن المغرب بطء مفوضات لحل الإشكال الحدودي القاضي بإرجاع تلك المناطق إلى المغرب عرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة تأسيس الشركة الفرنسية المغربية المكلفة باستغلال الموارد المنجمية المكتشفة حديثا في الصحراء ووقف دعم الثورة الجزائرية لكن الملك محمد الخامس رفض العرض الفرنسي مؤكدا أن المشكلة الحدود سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا ووقعت الرباط يوم 6 يوليو عام 1961 اتفاق مع فرحات عباس رئيس حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية يعترف بموجب هذا العقد بوجود مشكل حدودي بين البلدين وينص على ضرورة بدء المفوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للطورة الجزائرية حيث كان يستضيف قادة الطورة وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد كما كانت الرباط توفر امدادات السلاح للطوار وهو ما كان يقدم اتجع الاحتلال الفرنسي وبعد أن نجح طوار الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي وإعلان استقلال البلاد عام 1962 بادر أحمد بن بلا أول رئيس للجزائر للتأكيد على أن التراب الجزائري جوجء لا يتجزأ ورفض بن بلا وجيش التحرير الوطني الجزائري فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض حررت بدماء الشهداء للمغرب وبعد الاستقلال رفضت جبهة تحرير المطالب المغربية حول حقوق المزعومات التاريخية والسياسية للمغرب رغم أن جبهة التحرير الجزائرية قبل استقلال الجزائر أقرت في اتفاق رسمي مع المغرب وجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا فقد رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية وضغوطا في الوقت خرجت الجزائر مرهقة من سبع سنوات حرب